منذ ساعات الأولى للصباح خلت مستشفيات محافظة كربلاء من مركبات الإسعاف طوابير طويلة من هذه المركبات تتجمهر داخل المحافظة للمطالبة بحقوقهم المسلوبة نحن أولا نطالب بمخصصات الخطورة والآن يوجد كتاب رفع من وزير الصحة المحترم إلى الأمان العامة في مجلس الوزراء نرجو من الأخوة في مجلس الوزراء الاستعجال في الموافقة ولو لحين توفر السيولة سائق الإسعاف بلا خطورة ولكن المسعف يتقاضاها أما النقطة الثانية نطلب ولا نتنازل عن قانون التوصيف الوظيفي والمقر والمصوت عليه في البرلمان العراقي وهو من ضمن القوانين الخدمة في دوائر الدولة المدنية ثالثا نطلب صرف مبالغ شهرية من واردات العيادات الشعبية لأننا ننتمي إلى طب العمليات والطوارئ وهذا حق لنا وليس مطلب رابعا نطلب صرف مبالغ الساعات الإضافية حيث أن في قانون الخدمة في دوائر الدولة الموظف يعمل حسب القانون لمدة الساعات تجمع بالشهر ونحن نعمل ساعات إضافية أكثر منه تقريباً بستين أو سبعين ساعة شهرياً أوعدتنا خلية الأزمة وبرئاسة المحافظ الخطابي المحترم بتوزيع قطع أراضي ولحد الآن لا نعرف أين قطع الأراضي صرف مبالغ الخمسمائة ألف التي أوعدتنا بها خلية الأزمة لحد الآن غير موجودة نحن اليوم وصلنا إلى مرحلة الانهيار انهيار الصحي والمادي والمعنوي ومن بعد هذا قررنا بعدم نقل الحالات الوبائية وسنبقى نتظاهر أمام دار الصحة كربلا إلى أن تنفذ مطالبنا ولا نقبل بالوعود لا تخلو الاستحقاقات المالية لسائقية الإسعاف من شبهات الفساد فتساؤل ملاكات الصحة عن مخصصاتهم المالية كان حاضراً اليوم خرجوا سواق الإسعاف في محاولة كربلا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة الحق الأول والأكبر والأخير هو حق الخطورة اللي أنه ما مشبول بها في حين نحن نتعامل ويأخطر حالات يعني جائحة كورونا وباء عالمي جاء ننقل هذا الوباء وجاء ننصاب وجاء ننقل عدوة أننا ولعياننا ونحن بدون خطورة أغلب الموظفين في الدوائر الحكومية يعاني سلمهم الوظيف من راتب متدني وأصبح لا يسد معيشتهم لخمسة عشر يوماً في ظل خطورة وباء الكورونا نحن سواق الإسعاف الفوري في محافظة كربلا المقدسة نطالب بالخطورة والساعات العمل الإضافية جئنا لهنا إلى دار الصحة كربلا بعدم نقل الحالات الوبائية وهذا مطلبنا لأن أكثر السواق عندنا نصابه واجبات هواية سيارات قليلة سيارات تعبانة هذا وحال شريط الأحمر يدخل حيز التظاهرات مطالباً باستحقاقه المالي الذي يعاني التهميشة وسط حيتان فساد لا تعرف الرحمة لقناة التغيير الفضائي جاسم الهميم كربلا مطالباً باستحقاقه الماليشة